بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه يقول الله سبحانه وتعالى وما أتيتم من شيء وما تاعد حياة الدنيا وزينتها وما عند الله يخير وأبقى فلا تعقلون فما أتيتم من شيء يعني قدر الله سبحانه وتعالى يعطيك شيء مادي يعطيك مال يعطيك عين كان هذا الشيء عين كان من متاء الحياة الدنيا أموال لو أعطاك من الأموال الكثيرة الملايين وجذبت هذه الأموال النشاء و انطبق عليها هذا الشيء أعطاك الله إياه طبعا فالله يقول وما أتيتم من شيء فمتاء الحياة الدنيا المتاء هو الشيء الذي يأخذه المسافر يتزود فيه بالسفر كما أنت تتزود بهذه الأموال والنساء ومع ذلك وكل ما في الدنيا كشيء يعني تتقضى فيه يعني إلى أن تصل إلى الآخرة طبعا كانت زوجتك صالحة ستكون معك في الآخرة لكن يبقى الاستمتاع الدنيوي هو مجرد تزاد إلى أن تقبل على الله سبحانه وتعالى إذا قال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرة الصالحة الدنيا متاع كل ما فيها متاع التواكب الآن قطار هذا حقيقة يعني انطبق المثال حياة الدنيا على هذا المثال لمن وكب منكم قطار مثلا أو متهو أو وعاص فتركب في يوما ما ستصل فتنزل هذا سبحان الله يعني منهم من قضى نحبه منهم من ينتظر يعني أقصد أن نحن كلنا حاليا في قطار حياة الدنيا منهم من وصل إلى محطته نزل هذا توفع ومنهم من ينتظر في في هذه المقطورة إلى أن يأتي تأتي محطته فينزل لكن كلنا على نفس الطريق فأنت الآن ما أخذ معاك حقيبة على كلمة كلمة شنطة أو جنطة وهي تركية تراصل ف هذه الحقيبة أنت تضع فيها يعني وجبة خفيفة وتضع فيها مثلا كتاب مذكرة تليه الحاتف الشاحن المحفظة عراقك رسمية ما إلى ذلك أشياء يعني قنينة ماء عصير يعني شيء تتسلى فيه بالطريق والله مثلا يعني جاكيت أي أن كان قبعة نظارة كل هذه الأشياء يعني أنت ما أخذها فقط أو يعني حتى أن نكون تقيقين أنت وضعت أشياء للطريق فقط يعني وضعت أشياء لا تحتاجها إلا فقط في الطريق ف أول ما تصل إلى المحطة ينبغي عليك أن تكترمي كل هذه الأغراب و ثم تذهب إلى وجهتك أو تنزل في محطتك ف أدرينا مشيطة عجيم فتخيل أنت يعني هذه كل الأموال اللي أنت يعني تتطلع إليها كل المناصب كل والله مثلا النساء التي تتطلع إليهم وفتنة الحياة الدنيا من سيوات فارغة و يعني منازل وما إلى ذلك وكذا والتي يعطاك أساسا إياها الله أعطاك إياها هي متاع متاع الدنيا يعني أنت تتزوج فيها الآن في هذا القطاع ثم تصل إلى محطتك فترمي كل هذا جانبا تتركه تصل إلى محطتك تلاقي الله سبحانه وتعالى حتى لو كانت زوجتك صالحة لن تأتي معك في القبر حتى لو كان أولادك صالحون يعني هل والله مثلا سمعتوا عن أولاد صالحون دخلوا معهم القبر لا طبعا ولما يدخل القبر هناك حيارة أخرى وهذه حيارة يعني برزخية ثم على ذلك يقاب الله لكن في النهاية يعني أول ما يموت الإنسان تقوم قيامته ف لاحظ أنت هنا العاية تقول لك فمتاع الحياة الدنيا وزينته الله أكبر يعني أنت قاعد تتزين يعني فقط هذه الأموال يعني حتى ليست أصلا ضرورية كل هذه الأشياء المادية التي موجودة في الدنيا باستثناء يعني باستثناء الغذاء مثلا والهواء والماء ويعني فراش مريح باقي الأمور كلها زينة كلها زينة فقط تتزين يعني تخيل مثلا شخص مثلا يعني سيكون واكب في القطار نفسه هذا رجعنا على المثال ثم أول ما يصل سيغير ملابسه لأن نحن فعلا يعني نحن ما نصل إذا كن أما أن ملابسك الديباج والحرير وكذا لباس أهل الجنة نسأل الله مفضل أو لباس القطران والقطمير وهذه الأمور التي تشتعل نعوذ بالله من عذاب النار فأنت الآن في هذه الطريق أنت تقضية حاجة فقط مسافة الطريق أنت تلبس شيء لمسافة الطريق فقط لهذه المقطورة مدفع أنت تتزين يعني والله ما تبي أن تظهر يعني ما تبي تذهب بالبيجامع فتتزين ملابس معي يعني تصل ترميها يعني وتستحم فأنت الآن يعني الأموال هذي كلها زينة زينة واستعلاء تريد أن تستعلي على غيرك تظهر بين كتها يعني وتميز تفكر في الناس تجاهد الناس وتطلب رضاهم مع أنهم يعني لن يفيدوك بشيء يعني غالب يأتي الناس من يحبك لن يهتم لهذه الأمور هذه الأمور الكمالية أو هذه الأمور المظهرية لن يهتم بها لها ومن يهتم لهذه الأمور المظهرية في الغالب أنت لن لن تستفيد منها شيء لن تستفيد منها شيء لأنه لا ينظر إلى جوهرك نعم طبعا شيء طبيعي إن كنت تهتم بمظهرك إن كنت تعيش في حياة في حياة تكون على هذه الطريقة طعم أنا أقول لك إن أنت شيء جميل إن الناس تنظر لك نظرة احترام شيء جميل إن يكون لك أموال شيء جميل إن كنت تتزين لكن ليس هذا هذا هو الأهم ليس هذا هو الضهوري ليس حتى ضروريا ليس ضروريا والله ليس ضروريا الضهوري هو رضا الله وما ولاه وعالمنا ومتعلمنا دنيا ملعونة حديث صحيح فيما أعرف يعني أظن عنده الترمدي الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها أوف 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 انظر ما تقول يا محمد هذا الحديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الدنيا اللي هي هذه الحياة التي نحن نعيشها ملعونة 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 ما فيها لكن استثنية أربعة أمور فقط ذكر الله ويشم كل الأعمال الصالحة تعتبر ذكر وما ولاه وهذه يعني تحتاج تحتاج إلى مواجع لشرحها فقاله في جامعة العلوم والحكم طبعا ابن ناجب فالدنيا وكل ما فيها ملعونة لأنها مبعدة عن الله لأنها تشغل عنه هذا شيء صحيح شيء صحيح تنكر إلا العلم النافع الدار على الله وعلى معرفته وطلب قربه ورضاه وطلب قربه ورضاه وذكر الله وما والاه أي ما يقرب من الله وقاله في فيض القدير أي المناوي الدنيا شاهد الحديثة الدنيا ملعونة ملعونة فيها إلا ما كان منها لله عز وجل يمكن أن يكون المعاد بلعنها ملاذ شهواتها وجم حطامها ملاذ شهواتها وجم حطامها ومازوينة من حب النساء والبنين ومازوينة من حب النساء والبنين وقناطي الذهب والفضل يعني يقصد هذا هو الملعون يعني حب مازوينة من حب هذه الأمور وحب البقاء فيها فيكون قوله ملعونة كمان ليست هذه الأمور ملعونة لكن حبها حبها لأنها شغلت عن الله كما يقول المناوي يعني فيكون قولها ملعونة متوكة مبعدة متوك ما فيها ولا عن الترك وقد يؤاد أنها متوكة الزيد وثم قال الدنيا ملعونة لأنها غرت النفوس بزهرتها ولداتها الله أكره وإمالتها عن العبودية إلى الهوى حتى سلكت غير طريق الهدى ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أي ما يحبه الله في الدنيا والمعلاة المحبة بين اثنين وقد تكون من واحد وهو المعاد هنا يعني ملعون ما في الدنيا إلا ذكر الله وما أحبه الله مما يجري في الدنيا وما سواءه ملعون والله سبحانه وتعالى كما قال تعالى والله يحب المتقين وفي آية أخر إن الله لا يحب الكافرين فنعم نكمل قال قال الأشرفي المواد بما يوالي ذكر الله طاعته واتباعمه وتجنب نهيه وعالم أنه متعلم أي هي وما فيها مبعدة عن الله إلا العلم النافع الدال على الله فهذا هو المقصود كأنه قيل الدنيا مدمومة لا يحمد فيها إلا ذكر الله وعالم ومتعلم فقال لكنه يخصص بعد التعميم دلائة عفض العالم ومتعلم ونفتخيما لشأنهما صريحا وإيضانا بأن جميع الناس سواهما همج وتنبيه على أن المعنى بالعالم والمتعلم العلماء بالله الجامعون بين العلم والعمل فيخرج الجهلاء وعالم لم يعمل بعلمه ومن يعمل عمل الفضول وما لا يتعلق بالدين وفيه نذكر الله أفضل الأعمال وأس كل عبادة والحديث من كنوز الحكم وجوامع الكلم عموما نبدأ إلى نبدأ إلى الآية التي نحن في صددها يقول قال تعالى ثمتال حياة الدنيا وزينتها كيف كنت تتزيد لقدم هذا على الأشياء الأهم طبعا هذا شيء مطلوب قلنا لكنه ليس الأهم يجب أن تضعها في موضعها السليم وما عند الله خيون وأبقى هذه النقطة الرئيسية الثانية أن ما عند الله يوم القيامة أو الآن خيون وأبقى والله يعني يعني شوف في النهاية في يوم القيامة واضحة طبعا أنت لا تقادر يعني في النهاية أو تواجه الله يعني الشيء طبيعي أن الجنة يخضل من النار يعني وفي الدنيا أيضا سيعطيك خيوة أوقف لأن أول شيء كل شيء ماضي وكل شيء أنت تملكه سيدعب حتى جسادك حتى نفسك كل شيء ممنوع لله وتستخسر كل شيء وتتركه فما عند الله خيون وأبقى يعني الثمينون مجنون يعني تجمع 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 ثاني تكبه كله في حفة أو في الزبارة هذا ما نفعله هنا في الدنيا أي شيء غير يعني لا يدخل معنا القبر ما يشيء لا يحتسب لأن أجر قاعد تجمع 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 كأن كنت قاعد تفتر بالصحرة أو في الغابة تجمع 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 تضع يعني في خيشة أو في سلة كبيرة أو في كذا ثم بعد ذلك ترميها مرة أخرى جنون هذا الشيء يعني نحن نفعل هذا الشيء نحن نقول أنه لا تفعل شيء لا تزود يعني كأنك كنت مثلا في الصحرة وتأخذ مثلا غصن هنا أو غصن هنا وتوقض عليه النار ثم بعد ذلك تغادر وتمشي يعني لا يقول لك لا توقض النار لأن أنت راح تمشي ما يخالف بالوقت اللي أنا موجود فيه في هذه الغابة سأوقض النار سأطلب لي عين ماء أشرب منها سأقوم بشوي مثلا شيء معين تناوله سأضع مثلا يعني سجادة أنام عليها هذه الأمور حسنة سنبحك سنشفى بشاي نعم هذا شيء لا كنت تخيل شخص يتعلق بهذه الأمور ويظن أنه يعني يقول له يا فلان يعني يعني مثلا يعني طول الوقت يجمع للحطب ويقول له زي تعال اجلس تعال اشرب شاي تعال لا لا أنا أريد أن أجمع الحطب أريد أكثر حطب ممكن يمكن أجمعه يا ابن الحلال أنت شفيك يعني مخك ضعب في شيء خل يعني تعال مثلا بنصلي لاحقين لاحقين أجمع لي كم حطبة يا أخي يا أخي احنا كل هذا الحطب شو بتسير بالحطب بتاعنا نخليهم أمشي ما خالف لا أنا أبي الحطب حطب مهم هذا أنت بس تقعد تقول شديد لأنك كنت كسلام يعني هذا اللي قاعد نفعل حاليا نجمع حطب في صحرة أو في غابة ثم نرميه نذهب فهذا ما يحدث بالضبط معنا فما عند الله خلانه أبقى هذا شيء تعرف يعني حساب تضع فيه كل مرة تضع فيه وأحتجده أحتجده أضعاف مضاعفة ويدخلك الجنة والقصور وال يعني ما لعين نرأت ولا أرد نسمعت كل هذا بسبب أن كنت قاعد تضع بحساب شيء تنتقله للأبد للأبد نسأل الله من فضل وشيء يقيك من النار شيء مو فقر ليس فقرا وليس يعني مثلا حربا أو والله مثلا يعني خايف من تقلبات الاقتصاد لا نار وقودها الناس والحجارة وسبعين السنة يلقى فيها الحجارة يصل قاعها ويعني صناديق من النار ويعني مقارع من النار وسلاسل لهي ويحموم وما إلى ذلك فتتضع في هذا الحساب تتضع في هذا الحساب تكيد نتقي نفسك تذهب من هذا النار والدخان والبكي والعلام إلى العذاب إلى الجنة يعني شو يعني أين عقولنا والله أين عقولنا يعني أنا أول واحد يعني سبحان الله يعني لذلك للنسان يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى لأن فعلا نحن نعاص لا نفكر ولا نعقل سبحان الله لماذا أقول هذا الكرام لأن هوسنا خصوصا نحن المجمنين المتعافي من اللباحية هوسنا يعني بالدنيا النساء وجنس وما إلى ذلك على أي أساس حياة الدنيا وزينتها على أي أساس على أي أساس والأموال على أي أساس نفتن فيها سبحان الله تركت شيء لهم لأن كنت تضع في رصيدك عندما يعني تصل إلى محطتك تنجم القطار تلاقي الله لأن الآية ما تقو ما الذي يكمال الآية وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفلا تعقلون سبحان الله وتجلس يعني أنا سأكون ثري أنا سأكون لمنصب أنا مالت على على البتشم يعني أين ما ما هو عند الله خير وأبقى حتى في الدنيا يعني خير وأبقى لك حتى في الدنيا يعني لو فرض أن عندك أموال ممكن تذهب أصلا الأموال من طبيعتها أن هي تأتي وتذهب ولو أن مثلا ضعت ضعت أموالك مثلا فقط ضحفظتك خلاص تعلم لو أن مثلا نفيت من البلد لو أن أعمال فاول عليك بس أن يجوز يعني لكن تولي الله لك أن كنت تتعود على الذكر وتتعود على العبادة هذا لقطونك يعني بزنزانة موجودة وياك تذكر الله وكذا وتشعر بالعنس به وتوليه معك أي نمع كنت هذا شي خير أن أبقى لك وأخذ راحة نفسية وأخذ يعني أنت تذكر الله يذكرك وجاء جليش وما ذكرني وأخذ يعني توافير وأخذ يعني شعور بالمعنى لأن كنت قعد حياتك لن تذهب هباء أنت عندما كل شخص حتى الكافر يعني أنت تظنون أن الكافر ما يعلم أن حتى الكافر الثري جدا تعلمون أن الكافر ما تأتي نغزات في قلبه أن سيتك كل هذا في النهاية سيخرج من الدنيا كأنه لم يجمع وكأن بلى ألا يعرف أنه كل هذا سينتهي في النهاية وسيغادر بلى هذا الشيء يعني لا يريح فكرة لقيمة مريحة يا جماعة والله العظيم أنا مواعظ أنا مواعظ أنا لست واعظة بس أمانة فكروا فيها يعني لا تقول لي هو يعرف أنه سيموت وسيترك هذا كله ونحن نعرف لكن اللي يعرف فرح سعيد بأن ما شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أول ما يتهي تنتهي يعني حياتي يعني في الوقت الذي قدره الله إن شاء الله أنا كنت جمعت أمور في الآخرة بس الله سبحانه أن يتقبله وأن يرحمني يغفر زلاتي فالآية ما الذي تقوله الآية التي بعدها أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه يعني إحنا وعدناك شخص مثلا يؤمن ويصلي ويتسنن طبعا خل الموضوع الناس اللي تتسنن أو يعني تصلي السنة من أجل فقط واحة نفسية لأن هذا خلاص يقوله كنت نيتك الراحة نفسية ليست نيتك الله إذن أعطيناك الراحة نفسية بإذن يا خلاص تاني موضوعك لكن الشخص مثلا المخلص لله ويعني أيضا يعني يلاحظ الراحة نفسية ويحمد الراحة عليها من الصلاة الشخص اللي يعمل للآخرة واللي بضى الله أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه تخيل شخص الله يعده كما يعني الله أرسلناك بشيرا ونذيرا يعني الله ننسى يعني سبب بعثتك يعني تلحني يعني لو أنسان أتى قال يعني قالوا لأن هذا رسول يعني أيام الرسول لماذا أرسلت من المقصد يعني من رسالتك بشيرا ونذيرا وبشر المؤمنين بالجنة وأنذر المشركين بالنار وهذا أمر عظيم يا جماعة يعني حياتنا ليست هباء ليست عبث ليست لا معنى لها بشوا يا جماعة أنتم لما تموتون تذبون إلى القبول يعني هذا الأشلاء أو حينما يتحول إنساني إلى عظام هذه ليست النهاية ستذهبون إلى الجنة يا جماعة وتخلدون وتخلدون فيها ومن يشرك أنا أنذركم الله سبحانه وتعالى أخبرني بأنه سيدخل إلى النار فاتقوا النار يلا موجود ويحاسب ويكافئ فهذا أرمان عظيم وهذا يعني هذا التفاصيل عما يتساعلون عن النبع العظيم التفسير أظن واجح عند الجمهور أنه اليوم العاخر اليوم العاخر نبع عظيم يتساءلون كان فيه يعني العرب عندما بأثير رسول صلى الله عليه وسلم كان يتساءلون نبع العظيم هناك بعث بعد الموت وجنة ونار وأن المؤمن يعني أبشوا يا جماعة تؤمن فتؤمن تهدي أمور بسيطة تطيع الله بأمور بسيطة خمس صلوات كده هذا أمور كلها يعني العقل والمنطق يؤيدها تبع والديك يعني تبتعد عن زنة تصلي تبتعد عن الخمر عن قطعة رحم عن ظلم الناس عن الشرقة تحسن أخلاقك تكرم ضيفك تحسن جوتك كلها مو أدل عليها العقل والفطر تسلم على أخيك تدخل الجنة سبحان الله يعني أنا والله أين عقول أنا فالله سبحان تعال يقول يقول أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه لا وليس فقط وعدك لا أنت لاقيه تذهب يعني بعد هذا التعايش بوعد الله سبحانه وتعالى يعني هذا العاية بعد العاية التي قبلها مقارنة بين اللي قاعد يجمع منهمك بجمع متاح يعني مثل هذه الحقيبة التي يأخذها فقط في السفر ثم يرميها والزينة يعني أوكي زينة ماشي شيء جميل لكن مثل اللي وعدناه وعدا حسن فهو لاقيه حان ما في مقاونة قاعد يعمل للآخرة هذا الشخص كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيام من المحضرين أم أن الشخص لأن الدنيا تضرب بالآخرة والآخرة تضرب بالدنيا أم شخص يعني كمن هذا الشخص كمن الشخص ما تتعناه متاع هذه الدنيا يعني أنت الآن تقول والله مثلا أنا أشغل يعني كل وقتي بكسب المال أم أن أشغل وقتي بطاعة الله أتزود من المال نعم لكن الأولوية لبضاء الله سبحانه وتعالى أو أن يعني يكون كسب المال في سبيل الله أو طبعا أن كل واحد يعني يحكم على نفسك أنا أقصد أن يعني واحد يكون يعني ما أحد يسوي لك اختبار أو تست أنت الحكم على نفسك قاعد تقدم هل أنت قاعد تفكر عقلك المستحوذ عليه وقلبك الأموم المادية أم ما عند الله خيانه أبقى وأن كنت تعمل تكسب حسنات مستحضر أن الله وعدك وعدا حسن فأنت ملاقيه تنزل لنحطة الغطاء في آخر حياتك فتلاقي الله سبحانه تعالى بالذي قدمته كمن متعنا متاع الحياة الدنيا ثم يوم القيامة المحضرين يعني شخص يجمع أموال ونساء وما إلى ذلك ومناصب ثم يحضره الله يوم القيامة للحساب يعني هذا ممكن أنه يقارن يعني من الممكن أنت هل هناك مقارنة بين الشخص اللي قاعد يعمل للآخرة ومستحضر عدد الله سبحانه تعالى له ثم يلاق الله سبحانه تعالى شخص قاعد يجمع متاع هذا الحطب اللي بالصحبة قاعد يلقط وزينه ثم بعد ذلك يحضر تصل محطته وهو في القطار ثم يكون من المحضرين عمام الله سبحانه تعالى هذا فقط يعني وقف حبرت أني أشابكها معكم لأن نحن فعلا امتلعت قلوبنا بحب الدنيا والجنس وما إلى ذلك وفتنة النساء والمال ونسينا الأهم وسأ الله يعني أتمنى تدعولي بالهداية وبقط مجواد خاطرة فسأل الله ولكم التوفيق أنتقي في فيديو آخر وفي أمان الله